السلام عليكم يا شباب ده الجزء التاني للحصة لو ما شفتش الجزء الاول ارجع تفرج عليه قبل ما تخش وتتفرج على الفيديو ده ولما تخلص الفيديو ده في جزء تالت للحصة التكملة بتاعتها ابقى تفرج عليه بعد اما تخلص ده هناخد الاسترات اخر حاجة عندنا في المنهج الايه الايه يا جماعة الاسترات وخلي بالكم الله يرضى على والديكم الاسترات دي عبارة عن ايه مشتقات هايدروكربونية المجموعة الوظيفية فيها اسمها استر اللي هي دي ودي مجموعة قولنا قبل كده مجموعة وسطية يعني ايه وسطية يعني ممكن تخش ار هنا و ار هنا ممكن تخش ايه ار هنا وايه ار هنا او ار هنا وهكذا يعني بتبقى في النص مش زي مش زي مجموعة الكربوكسيل ولا الهايدروكسيل تمام طيب الاسترات عبارة عن ايه هل هي جديدة لا ابدا احنا خدناها كتير جدا قبل كده الاسترات بتعتبر نواتج اتحاد الاحماض الكربوكسيلية مع الكحولات نواتج اتحاد الاحماض الكربوكسيلية مع الكحولات بمعنى لو انت جبتلي اي حمض اهو ار سي او 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 اتش اي حمض كربوكسيلي وحطيت له ار او اتش كحول ايه اللي هيحصل ده كده حمض كربوكسيلي وده كده ايه يا جماعة كحول هتلاقي الاو اتش بتخرج من الحمض والايتش من الكحول ويطلع لي ايه هنا يطلع ليه المية اتش تو او يتبقى لي هنا الار ها الار اي بقى سي او اهي زي ما هي وهنا او ار طيب مش المجموعة ده كده اسمها استر يبقى ده كده استر يبقى اي استر عايز تحضره شوف هو بيتكون من حمض ايه وكحول ايه معايا بيحصل نزع جزء مية فقد جزء مية منهم ويتكون الاستر طيب التفاعل ده رايح جاي عشان نخليه رايح بس بصفة عامة لو حمض اليفاتي بنحط حمض بنحط حمض كابلتك مركز يمتص الماء ومنع تفاعل عكسي لو حمض اروماتي بنحط اتش سي اللي جاف عشان يمتص الماء برضو ايه ويمنع تفاعل عكسي عشان تجن التفاعل السلبة طيب لو احنا عايزين ناخد مثال يلا من اللي احنا اخدنا لسه اقلينه من شوية حمض الاساتيك حمض اللي بنزوج مع الكحول الاسيلي او حمض الاساتيك اهو سي اتش سري ها سي او او اتش زائد كحول ايسيلي سي تو اتش فايف او اتش ها لما نعمل ده كده ايه اللي هيحصل اولا قال لك الكربوكسيل دي هيخرج منها ال او اتش والهايدروكسيل هيخرج منها ال اتش تطلع ليه مية ماشي اد المية يتبقى ليه ايه سي اتش سري اهي سي او دي بيخش عليها ال او ها سي تو اتش فايف خلي بالك الله يرضى على والديك ده كان اسمه حمض اساتيك حمض ايه وده كان كحول ايسيلي كان كحول ايه ايسيلي بقى ده ايه استر اسيتات الايسيلي استر اسيتات الايه ومية طيب التفاعل رايح جاي عايزينه رايح بس يا جماعة قلنا هنحط ايه حمض ها اتش توقس او فور مركز يمتص الماء ويمنع عن التفاعل العكسي طيب مستر ده كان لقص ايوباك وده كان لقص ايوباك اسمهم ايه الايوباك ها هو كام سي مش اتنين يبقى ايه سانويك ده كام سي اتنين يبقى ايه سانول طب الاستر لما نجي نسمى الاستر ايوباك اسيتات الايصيل ده اسمه شايع عشان نسميه ايوباك هنعمل ايه ها نعد السي عدينا السي عم عمر وبعدين ها هنقسم السي او او يسمى الاستر على حسب الحمض المشتق منه بمعنى عندك هنا الاستر اسمنا من هنا الجزء خلي بالك الله يردع عليكم جده ده كده جاي من الحمض احنا عارفين اهم المعادلة وده جاي من اين من الكحول نضيف مقطع وات للجزء اللي جاي من الحمض هنا كام سي يبقى ايه سان وات مش هو كان حمض ايه سانويك نشيل ويك ونحط وات ايه سان وات والايصيل زي ما هي طب ما تدينا يا مستر امثلة كده سي اتش سري سي اتش تو سي او او ها سي اتش سري يلا حد يسميلي ده هنقسم من السي او او الله يرضى عليكم عشان ما حدش قولي يا مستر دايما الحمض يشمال ولا كحول يمين لا السي او جاي من الحمض هو الجزء اللي معنا طب هنا كام سي واحد اتنين تلاتة يبقى بروبان وات يبقى يصر ايه بروبان وات وده اسمه ايه ميسايل طيب واحد تاني سي اتش سري سي او او سي اتش تو سي اتش سري ها هنقسم من هنا الجزء ده جاي منين من الحمض وجزء ده جاي منين من الكحول اللي هو في السي او طيب استر ايه كام سي اتنين يبقى ايه ثانوات ايه ثانوات ها او اسيتات بس الايوبات مفيش اسيتات ايه ثانوات بس ايه صايل تمام ماشي يا مستر طيب لما اقول لي سياتك بعد كده اتش سي او او سي سري اتش سبن هنقسم برض جميل جدا الجزء ده اللي ايه من الحمض كام سي واحدة صح يبقى استر ايه يلا ميس وات الايه بروبالالالاي يا جماعة خلي بالكم ابقى رضي عليكم عشان الحاجات دي يبتقي في الامتحان اسمها ايه ثانوات اسمها اسيتات جاي من حندل ايه? عشان لما اقولي يا عمي اسلام فورمات هي هي ميسانوات اسيتات هي هي ايسانوات ها? طيب الاستر ده وده وده ايهم ايزوميرين او هل فيهم ايزوميرات ولا لأ? تعالوا نشوف كده كمسي واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة دول ايزوميرين واحد اتنين تلاتة اربعة ايزوميرين اوبا ده تلاتة ايزوميرات صح ولا لا? نفس عدد زرات الكربون اربع زرات كربون في كله طالما تساوي عدد زرات الكربون في الاستر ها? في جزء الاستر يبقى دي ايزومرات. طيب لو عدت لو جبت استراج جزائيات لقى ايها واحدة في كلهم. يبقى ده ايزومر لده ايزومر لده. راهمين يا جماعة? طيب حد يعرف يجيب لي ايزومر تاني? او رابعا. اربعة ساعة الشمال. مانفعش. اس находنىs لقد فقد اريد استراج جزائيس ها بس ان جميل کا ايحد. اس ل teżсп Klarabö ايزوم الاحتمال اكثر اصاب بعود الجزء ينفع تاني يا جماعة. طيب تعالوا بالراحة كده. ده اصله ايه? بروبانوات مي صايل صح? بروبانوات ايه? نقص سي بقى ايه ثانوات زود سي بقى ايه صايل. نقص سي بقى ايه ثانوات. مش اللي نقصت هنا هيروح للاه ها? ايه ثانوات ايه صايل? نقص كمان سي. ها? بقى ميه ثانوات. زودها ايه? بقى بروباية. هتنقص سي تاني مش هينفع. ها? فاهمين يا جماعة ولا لأ? طيب لو انا قلت هزود. يعني هزود. يعني قلت بروبانوات ها? اقصى حاجة. لو لو زودت جبت الاربعة كلهم مش هتبقى لي هنا الكايل اصلا. تاني هو هنا كان بروبانوات مي صايل صح? عايز الاستر الايزومر بتاعه. ها? هنعمل ايه? هنقص سي من هنا. بقى ايه ثانوات? نزودها هنا بقى ايه صايل? طب عايزه كمان واحد نقص كمان سي بقى ايه? ميه ثانوات. زودت سي هنا بقى بروبان. ها? بطريقة تانية. بطريقة تانية. تيمشي مع معزم الاسترات. ثبت لما يقولك انا عايز الاستر اللي يعتبر ايزومر للاستر ده. ثبت السي او او. ثبتنا السي او او. اهي. اهي. هات الالكايل دي هنا. والالكايل دي هنا. ها? ها? سي اتش سري جات هنا. صح يا جماعة ولا ايه? والسي اتش سري جات الناحية التانية. انا بدلت بس مش اكتر. يعني سبت دي كده اهي. السي او او اهي. هي هي. وجبت السي سري هنا ودي هنا. طب يلا نجي نسمي هنسمي ازاي هنقسم من النص. ايه ثانوات الايه? الايه صايد اهو. ايه ثانوات الايه صايد. صعبة? بس هل الطريقة دي تمشي مع كل الاسترات لما تحب تجيب الايزومر بتاعها لا. ليه? عشان سياتك. لو جدت سبت دي في المركب مثلا. اه مثلا مركب زي ده. سي اتش سري كده. سي اتش سري اسمه ايه الله? ها? اسمه ايه? ايه صار ايه يا جماعة? كم سي هنا? يبقى ايه ثانوات? الايه? الميسايل. ايه ثانوات الميسايل? لو انا عايزي الايزومر بتاعه. لو انت جدت يمشي بالطريقة اللي هي نبدل. هتجي تثبت السي او او اهي. سبتنا السي او او. تجي تجي تجيب السي اتش سري هنا? طب هي هي زي بعض. يبقى لو لو الشقين دو زي بعض لا مش هينفع. طب هنعمل ايه بقى هنا? بص هنقصي بقت مي سانوات بقت كده. سي اتش سي او او. بدل ما كانت اي سانوات بقت مي سانوات صح? وهنا سي تو اتش فايف. مش هم كانوا ثلاثة سي يا جماعة? صح ولا ايه? ادي واحد اتنين اتنين تلاتة. اسمه ايه يلا? مي سانوات ها? الايه صحي. مي سانوات الايه? الايه صحي. في مشكلة هنا? يا رب بتكونوا فاهمين. نقدر نجيب الايزومر بتاع الاستر? طب مستر لو انا عندي استر زي ده. يرحمكم الله. سي او او سي اتش سري. حد يعرف ده اسمه ايه? جي في الفين وسبعتاشر. قال لهم ايه? في الشكل المقابل اكتب اسم الاستر المقابل او المركب المقابل. استر بنزوات صح? هنقسم كده. بقى بنزوات. لسه او اخدنهم شوية في السبورة اللي فاتت صح? استر بنزوات الايه يا جماعة يا الله? الايه? الميسايل. ماشي. لو انا عايز الايزومر السؤال التاني بقى في الامتحان كان بيقول لهم به في نفس السؤال. اكتب الصيغة البنائية لايزومر يعتبر لايستر يعتبر ايزومر لايستر ده. هنعمل ايه? مش احنا قلنا هنثبت السي او او. سبتنا السي او او. السي اتش سري تجي هنا جنب السي او. بقت هي اللي جاي من الحمل. صح ولا ايه? والفينايل تروح هناك. يلا نقسم كده ها? اسمه يلا. هنضيفي الوقت لي ايه? للجزء ده ولا الجزء ده الجزء ده? الجزء ده. اللي في السي او يبقى استر ايه سان وات الفينايل. اللي ايه يا جماعة? الفينايل. دي? طب اكمل دي الاول. بنزوات ها? الايه سايل. لما نيجي طبعا ده كده كده ده مختلف عن ده. ادي السي او او ده مختلف عن ده. فلما تبدل هيديك استر مختلف على طول. يعني لو انا عايز ده استر. عايز الايزومر بتاعه. هتثبت السي او وهي. وتجيب السي اتش اسري هنا. والفينايل هنا. ها? بعدها ايه? حمض الايه? الاستيك مع الفينايل. يعني اسمه استر ايه سانوات الفينايل. استر ايه سانوات الفينايل. سؤال بالنظام الجديه يقول لك ايه? بنزوات الايه الميسايل. بنزوات الايه? يشتق من حمض نقط وكحول نقط او مركب نقط. تقول لي من حمض البنزوك والميثانول. طيب ايه سانوات الفينايل يشتق من حمض الاستيك والفينول. ها? طيب هنا. لو انا عايز ابدل سي اتش اسري مش هينفع زي بعض. صح? يبقى نلجع ايه بقى ايه سانوات نقص سي بقت ميه سانوات. السي اللي نقصت راحت على الميسايل بقت ايه سايل. يعني بقى اتش سي او او سي تو اتش فايل. يعني هنا كانت السي او او اهي. زي ما هي. ها? طب هنا هنسيب اتش وناخد سي اتش طبعا. ايه? الاحماض. الايه? الاحماض. اكتب عندك بقى الحتة دي كده. ها? الاستيرات. والاحماض. الكاربوكسيلية. اي زوميرات. الاستيرات ها? والاحماض الكاربوكسيلية ها? في اي حتة عندك صفحة خمسة وتمانين تحت مسلا. عندك كاتب لك انا تحت ملحوزة كده هات انت بقى الايزوميرات او الساغل الايزوميرات مع مع نفسك. طب اكتب جنبها بقى الملحوزة دي كده الاستيرات والاحماض الكاربوكسيلية ايه? عشان الاتنين فيهم ايه? او او. طب ما تيجي نصلي عنها بكده. لما اقول لسيادتك انا عندي سي اتش سري ها? سي او او سي اتش سري. انا عايز اجيب الحمض اللي يعتبر ايزومير للاستر ده. ها? الحمض اللي يعتبر ايه? ايزومير للاستر ده. سيادتك السي او 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 اهي نفس الكلام اللي كنا بنقوله هو ده اسمه ايه اصلا لما نقسم يلا ها? استر ايه? استر ايه يا جماعة? لا ماشي ماشي ماشي. هنثبت اللي يا جماعة? السي او او. صح? مش انت عايز الحمض اللي يعتبر ايزومير ليه? يبقى على طول تلزق له الاتش. هو طالما حمض الكاربوكسيلي يبقى لازم كاربوكسايل. سي او 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 او. طب. الباقي كله رميش مال. باقي ايه? باقي السيهات. هو كان تيه كم سي تانية غير السي او 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 اتنين. يبقى ترميهم هنا سي اتش سري. سي اتش تو. اسمه حمض لايه يا جماعة? حمض? هم? بروبان ويك. هنا هم كانوا كم سي اتش سري? كانوا كم سي اصلا? مش اتنين? جات لهم دي. طب يا مستر دي كانت سي اتش سري. يا ابني ما هي اتش اتخدت منها راحت للكاربوكسايل. ها? وعنى عشان ندخل في النص ما ندخلش سي اتش سري ندخل سي اتش بيوت. طب نسمي ده يلا حمض الايه? ها? واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى بيوتان ويك. ها? انا عايز على حد عالي قوي يقول للحمض اللي يعتبر ايزمر للحمض الاستر ده. هو الاستر ده اسمه ايه يلا نقسم منها? ها? استر ايه? فورمات الميسايل او استر ايه? ميسا نوات بس خلي بالك الفورمات ده مش ايوباك. الفورمات مش ايوباك ميسا نوات ولا ايوباك? طيب يلا نعكسه ازاي? ادي السي او او ها? خادة ال اتش. مش باقي لي غير اصلا ده حمض الايه ده? ها? حمض الايه? حمض الايه يا جماعة ده? اساتيك او ايسانويك. الله على السؤال. يعتبر حمض الاساتيك ايزمر لاستر نقط. فورمات الميسايل. ميسا نوات الميسايل. وهكذا. يبقى الاسترات ممكن تبقى ايزمرات مع بعضها زي زي منظر ده كده. ممكن تبقى ايه? ايزمرات مع الاحماض. اعتقد الناس فهم الحد هنا. صح? تسمية الاسترات سهلة جدا. بتقسم والضفل هنا وات والتاني الكايل زي ما هو. خلاص? طيب. الخواص بتاعت الاسترات ايه? لما اقول لك انا عايز خواص الاسترات. هتقول لي ايه? اول حاجة عندنا في خواص الاسترات. الاسترات. درجة غلايانها اقل من الاحماض والكحولات. ليه درجة غلايانها اقل من الاحماض والكحولات? قال لي عشان هي ما بتكونش روابط هيتروجنية. لكن الكحولات بتكون. الاحماض بتكون. عندك جدول في الكتاب كتب لك فيه البروبانول وحمض الاسيتيك وفورمات الميصاية. تمام? طيب او فورمات الايصاية. هتلاقي الكتلة المولية للتلاتة ستين. يعني كلهم متساويين في الايه? في الكتلة المولية. بس درجة غلايان الحمض اعلى من الكحول اعلى من الايه? من الاستر. صح يا جماعة ولا لا? طيب اش معنى عشان الحمض بيكون ربطتين هيدروجينتين لكن الكحول بيكون ربطة واحدة الاستر ما بيكونش. فلما اقول لك درجة غلايان الاستر اقل من درجة غلايان الحمض او الكحول المقابل ليه. المقابل ليه يعني اللي قده في الكتلة المولية. ليه? لان الاستر ما بيحتويش على هيدروجسايل تكون ربط هيدروجينتين. لكن الحمض بيحتوي والكحول بيحتوي. معنا? طيب نخش على الخواص الكيميائية عندنا. عندي. حاجة اسمها تحلل مائي. وحاجة اسمها تحلل نشادري. ياريت الناس تصحى قوي في الحتة دي بالله عليكم. التحلل المائي. الف. بيختلف على حسب نوع الوسط. وسط حمضي. ولا وسط قلوي. وسط حمضي. تعالوا نشوف. انا عندي مثلا حمض الاسيتك. لما فعلناه مع الكحول الايسيلي الداني استر اسيتات الايسايل. ده استر الافاتي اهو. هنقسم من النص. هو يعني تحلل مائي يعني سيادتك هتضيف لمية. هي المية صغتها ايه اتش تو او انا بحب اكتبها اتش او اتش. وخلي بالك احنا بنقول تحلل الماء في وسط ايه حمضي. يعني فيه ايوم هيدروجين. طب ده اسمه استر ايسانوات او اسيتات. الايه يا جماعة الايسايل. بص بقى يا متعلم مركز عشان اللي انا هقوله في المعادلة دي هيمشي على كل المعادلات اللي هناخدها. اي استر تيجي تعمله تحلل. تيجي تعمله ايه تحلل. بتقسم من عند السي او او. ليه لان هو اصلا السي او او دي كانت في الاصل. حاجتين ولازقوا في بعض. فبنيجي نقسم. الجزء ده كده اللي جاي من الحمض ده محترم. ده ايه مسكين. ده واطي. ليه هقولك. اللي جاي من الكحول بيعمل ايه. اول ما يحصل التحلل يحس بدربكة يقوم واخد اللي هو سايبه. هو كان سايب اتش. مش في الاصل التفاعل نفسه التحضير كان الكحول بيسيب اتش. ياخد الاتش بتاعته ويهرب. سي تو اتش فايم او اتش. يتبقى لي ايه ها? سي اتش سري سي او اهو. ها بقى له ايه? الاتش راحت لدي. ال او اتش. تروح للجزء التاني. ابن الناس المحترم المتعلم. يدينا ايه بقى يالله? او اتش سبحان الله. بص نيات. يعني ده خد حده واستعجل. خد الاتش بقى كحول. يسيلي. ده يتحول لايه? حمض اسيتك. رجع برضو الاصل ولا لا? يبقى التحلل المائي لايه استر. في وسط حمضي يطلع للحمض والكحول المشتق منهم الايه? الاستر. طب لو وسط قلوي. تعال نشوف. سي اتش سري سي او او ها? سي تو اتش فايف. زائد قلوي يعني هايدروكسيد سوديوم مثلا. في الحالة دي لازم نسخن. لازم ايه يا اسلام? طيب. لما هنجي نسخن يا عم عصام. بنعمل ايه في التحلل? احنا قلنا اي تفاعل في تحلل? بنعمل ايه? بنقسم. اشتغل السكينة او عتنسى. الجزء ده كان ايه? محترم. الجزء ده كان ايه? واطي. الواطي هياخد الاشت بتاعته اللي كان سايبها. والتاني المحترم هياخد اللي بقيله. صح? طب هيطلع ايه? سي تو. اتش فايف. او اتش. خرج كحول زي ما دخل ولا لا? اتبقى ليه ايه? سي اتش سري سي او. ادي سي اتش سري سي او. ها? او تاني. او اني ايه? ها? طب ده كان ايه? استر اسيتات الايسايل نفس الاسم. حطينا له قلو اللي هو هيدروكسيد سوديوم. طلع ليه بقى يلا? ها? استر ايه? استر ايه? استر ايه? استر ايه? استر بقى ده بقى ملح. ليه? لانه بقى ملح كاينه حمض. شلنا ايه اتش وحطنا ايه? بقى ايه بقى يا جماعة يا الله? اسيتات الايه? سوديوم. اسيتات ايه? يبقى التحلل المائي في وسط قلوي للاسطر يطلع ملح. الحمض. ملح لايه? ملح الحمض. ولما بنعمل اسطرة هنا. لما بنعمل التحلل المائي في وسط قلوي للاسطرات العالية اللي فيها جاي من احماض طويلة بتديني صابون. لان الصابون ما هو الا ايه? املاح السوديوم للاحماض الكاربوكسيلية العالية. عشان كده بنسمي العملية دي كده تصبن. نسميها ايه? التحلل المائي للاسطر في وسط قلوي اسمه تصبن. عرفنا ليه تصبن? عشان بيطلع املاح ها? سوديوم. لا احماض ايه? عالية. فبنسمي ايه? تصبن. عشان بيطلع صبن من الاخر. طيب. يعني ايه تحلل النشادري? لو ركزنا هنا الاول هنلاقي الكحول ايه? خرج برضو كالعادة ولا لا? طيب. تحلل النشادري معلش اسمحولي هنا كده. سي اتش سري. سي او او سي ده نفس الحمض ايه نفس الاستر. اسمه استر اسيتات الايه? الايصايل. نعمله تحلل نشادري يعني الحطرونة شادر. ايه هيحصل? هنقسم من نصف. صح? الجزء ده محترم جاي من الحمض. الجزء ده ايه? برضو واطي هنا حتى في تفاعل ده اه ايه? ايه هيحصل? ده هياخد الاتش بتاعته. وخرج. كحول ولا مش كحول ده? اتبقى لي هنا ايه? ها? سي اتش سري سي او. ادي سي اتش سري سي او. طب لما ده اتاخد منه اتش ده نشادر او امونيا. بقى ايه? اتبقى لي ان اتش تو. طبا ده اسمه امايد الحمض العطبي امايد الحمض لاستر اسيتات الايصايل يطلع لي ايه? اه? اسيتامايد. او بنقول علي اميد الحمض العطبي. الفرق بين الثلاث انواع من التحلل. في وسط حمض بيدي حمض وكحول. في وسط قلو بيدي الملح بتاع الحمض والكحول. في الوسط النشادر بيدي اميد الحمض العطبي والكحول. طب لو ركزتوا هتلاقوني هنا كاتب ايه? استر اليفاتي استر اليفاتي ما فيش اروماتي ما فيش البنزوات مثلا كزا? تعالوا نشوف كده يلا. لو سيادتك خدت البنزوات بالمنظر ده. ها? هل هينطبق عليه نفس الكلام? ها? هينطبق? اه طبعا هو مش اسر? هنقوم اسمين من النص. ها? منا? الجزء الواطي ده هياخد الاتش بتاعته اللي هي دي. اللي هي دي. ها? طب لما ياخد الاتش ايه اللي هيحصل? ها? هيتكون ها? سي تو اتش فايف او اتش. صح ولا لا? يتبقى له هنا ايه? بص 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 اهو. سي او. مش سي او اهي? تاخد الو اتش اللي بقية. تاخد الايه يا جماعة? او اتش بقى بنزوك ولا لا? يبقى يستر بنزوات القصير. التحال الماء في وسط حمضي يطلع لايه بنزوك وكحول? رجع لقصله برضو ولا لا? طب لما في وسط حمضي يبقى يرجع لقصله حمض وكحول. طب لو في وصط قلوي. اهو. سي او او سي تو اتش فايف. حطينا هيدروكسيد سوديو. ها? يلا ايه اللي هيحصل? ونسخن طبعا قوعة تنسى. ايه اللي هيحصل يا سادزة هنا? الاتش هتروح لده. وهو واطي هياخد الايه? ها? هياخد الاتش بتاعته يخرج. هو ماملوش علاقة. صح? يتبقى قالل ايه? حلقة البنزين عليها سي او بس. طب لما يبقى عليها سي او بس. هتقعد كده ما ينفعش تقعد كده. هياخد الاو ان ايه. هياخد الايه? او ان ايه. مش ده برضو اه بنزوات سوديو. ها? يبقى سي او بنزوات. يبقى تحول ما اقل في وسط قلو بيطلع ملح الحمض. ملح الايه? الحمض والايه? والكحول. اي اسطرة اللي يرضى عليكم. انا بديك المسال ده والمسال ده. عشان مش عشان تحفظهم. عشان سيادتك تطبق الكلام ده على اي اسطرة دهولك. اقسم وضيف الكلام اللي بقوله. هيديك ايه? لو في وسط حمض هيدي حمض وكحول. لو في وسط قلوي. ها? تصبر هيدي ملح الحمض والكحول. في الكل الحالات بيطلع كحول. عشان كده قلنا عليه ايه? ها? طيب. هنا بقى. لو انا بعمل. بنزوات الايصائر. هنا حازم سي او او سي تو اتش فاين. يلا زائد اني اش تسري. ها? يلا. احنا قلنا هنعمل ايه? السكينة هتشتغل صح يا جماعة انت نوع الله ايه? السكينة اهي? ابنتي يا رحمة اهي? خدت القشت. بقى كحل الله برضو اه اتبقى لها ايه? ها? اهو. سي او اهو بقى له ايه? ان اتش تو. ان اش تتو. ما اسمه ايه? ينفع نقول اسيت امايد هو امايد حمض عضوي بس ايه ارومياتي. يبقى نقول عليه بنزميد سؤال محترم من بنزاوات سوديوم هاتبنزميد Ummide البداية عندي بنزاوات سوديوم النهاية بنزمايد النهاية تبقي تصبح الحالة الناشادريه المنتشارة البداية تجعل تقتر الجافي وانا كده اعرفت خطوتين تقطير جاف والنهاية تحالل نشادر التقطير الجاف لبنزوات سوديوم يدي بنزين والتحالل نشادر لازم يبقى الاستر يبقى من البنزين عايز استر بنزوات ها اعمل الكالا و بعد كده اكسادة و بعد كده استر ها عندنا صفحة صفحة كام تقريبا 87 في سؤال عندك بيقولك من بنزوات سوديوم هات استر هات بنزمايت صح اكتب من اليمين للشمال كده بخط صغير على سطر واحد عشان تكمل معادلات تحت عندك في الصفحة اول خطوة عندنا تبقى تقطير جاف تقطير جاف تاني خطوة الكالا الكالا تالت خطوة ها اكسادة يدينا بنزوك هم بعد كده استره بعد كده تحالل نشادر بعد كده ايه كام خطوة خمسة بس و نكمل معادلات لوحدنا في البيت السؤال اللي بعده على طول هتلاقي عندك من كاربيت كالسيوم كيف هتحصل على اسيتا ميد البداية كاربيت كالسيوم يبقى تنقيت يبقى نكتب عندنا اول خطوة تنقيت ها بعد كده النهاية تحلل نشادري النهاية اخر حاجة في السطر خالص في الخطوة الاخيرة خالص تحلل نشادري طيب تحلل نشادري لايه لإستر طيب تنقيت المية على كاربيت كالسيوم يديني إيصاين أصبح السؤال عندي من إيصاين عايز استر اسيتات استر ايه؟ يبقى من الإيصاين عايز اجيب اسيتك الاول صح؟ يبقى طالما هتحصل على إستر يبقى أسترة يبقى قبل الأخير أسترة يبقى قبل التحلل نشادري في إيه؟ أسترة طب أول خطوة تنقيت إداني إيصاين عشان أجيب من الإيصاين حمض أستك أعمل هيدرة يبقى تنقيت ثم هيدرة يديني أسيتالدهايد ثم أكساء ده يديني أستك ثم أسترة يديني أستر اسيتات الإيصاين تحلل نشادري في الآخر خالص يديني أسيتها مائي أقول الخطوات تاني بسرعة تنقيت هيدرة ها؟ أكسدة أسترة تحلل نشادري خمس خطوات برضو مفهوم يا جماعة؟ ها؟ مفهوم الكلام ده؟ أمسح السبورة؟ لسه 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 ليش؟ مش نسيه والله؟ أعيش تقلل شكرا